وعودة للخبر الأبرز حيث أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي الأولوية التي تمنحها الدولة لتطوير جميع محاور منظومة التعليم وخاصة العنصر البشري من خلال حصن الاختيار والتأهيل سواء الفني أو الشخصي ما يضمن تحقيق أعلى درجات الموضوعية والحياد والجدارة بما ينعكس على جودة الخدمة التعليمية التي يحصل عليها أبناء وبنات مصر في المدارس جاء ذلك خلال اجتمع الرئيس السيسي مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف والفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الوزير محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية حيث تم تناول عدد من محاور التدريب والتأهيل لمكونات العملية التعليمية وعلى رأسها دعم وبناء قدرات ومهارات المعلمين في ظل ما يمثله المعلم من ركيزة أساسية للمنظومة التعليمية حيث تم في هذا الصدد استعراض الجهود الجارية التي تشترك فيها مختلف أجهزة الدولة لرفع مستوى وتطوير آليات انتقاء وأعداد الكوادر العاملة بالمدارس المصرية حيث أكد السيد الرئيس الأولوية التي تمنحها الدولة لتطوير جميع محاور منظومة التعليم خاصة العنصر البشري من خلال حصن الاختيار والتأهيل سواء الفني أو الشخصي بما يضمن تحقيق أهل درجات الموضعية والحياد والجدرة وبما ينعكس على جودة الخدمة التعليمية التي يحصل عليها أبناء وبنات مصر في المدارس